من جدة معي أحمد حامد الصالحة مستشار تربة والإعلامي مساء الخير أهلا بك معنا لنتحدث عن موضوع الهواتف النقالة ومنعة رسميا إلى أي درجة مهم هذا الموضوع اليوم وإلى أي درجة وفق كثيرين له كمانة سلبيات مساء الخير وعليك وعلى جميع المستمعين والكرام أهلا وصحبا أهلا بك في الحقيقة الهاتف النقال هو وسيلة التصال يعني شاهدوا شأن الوسائل الأخرى سبعة وحدين ويعتمد على الاستخدام الشخصي لو ضرورة للتواصل يعني أنا ما أرى مانع من استخدام الطلاب لو في المدارس لكن في حدود مقننة ومرضمة تكون أفضل لكن أن نمنع الطالب نهاية من استخدام الهاتف ويعني نحاول أن نحن مثلا نعزل عن عالم الخارجي لمدة 6 أو 7 ساعات داخل أسوار المدرسة بدون ما يكون فيه اتصال بالعالم الخارجي فهذا يعني يعني فيه كذا طرح وسأحاول نقلة لك يعني ثمث من سيقول اليوم الآن دكتور أحمد بأنه طبعا هذا يعني لا ليس هناك ضرورة لأن يتواصل مع العالم الخارجي وهو أثناء ساعات الدراسة يعني أنه فيه الاتصال بأهله بحالات الطوارئ هذا سيكون مسموع طبعا من داخل المدرسة صحيح هذا طرح مثلا كيف ترد عليه؟ هذا طرح سليم يعني جدا وممكن يكون فيه حالة ضرورة يتصل بأهله أو أهله يتصل فيه بس هذا لا يمنع أيضا أن يكون الطالب له يعني متنفس بسيط حتى لو في وقت الفسح مثلا أو بين الحصص أو بين المحاضرات هذا لا يمنع أن يتصل قد لا يكون أمر طالي قد يريد أن يتحدث مع أحد أفراد عائلة وفي مشكلة حصرة في أي شيء في إطمعنان على والدته أو والده لا سمع مريض في مستشفى في كذا يعني لا بد يكون متصل لكن نبدل أنه والله الفكرة المنأة لكن مع التقنين والتنظيم يعني وما أني منع الطالب أنه نهيا وطبط يعني الطالب الصغير أو حتى في المرحلة المتوسطة إلى الثانوية يعني يكون معه على أقل هاتف محمول بس ما يكون من الهواتف الذكية يعني بالتحديد يعني هذه نقطة لهذا أتحدث كنت عن إلى أي درجة هناك سلبيات أيضا يعني ليس لدينا تفاصيل بس يمكن مثل ما قلت سيد أحمد بأنه طالما بأوقات الفراغ فقط يعني الفرصة والفسحة وبصفوف معينة صحيح يعني مثلا الثانوي أنه ألا يمنع مثلا نعم بمرحلة الثانوية أرى أنه يعني يعطى للمساحة منترية في التحدث في الهاتف وأنا إلى أسف يعني حتى لحظة من خلال عملي في التعليم يعني حتى المعلم يستخدم الهاتف في داخل الحصة وهذا هو من حقه يعني يعني فيه معلمين أيضا بيستخدم الهاتف صحيح في داخل الدرس كيف أنا أمنع الطالب وأنا كمعلم الحصة هذه 45 دقيقة من حق الطالب يعني ما يمنحق المعلم أن يتحدث فيه حتى حديث أي حديث ثاني طبعا يكون من حق الطالب كاملة يعني أنا فهي عملية عملية مش من حق الطالب بس لنكون واضحين أنه يستخدم التليفون إذا هو بالغلط أن يستخدم الأستاذ التليفون أثناء الحصة الدراسية ولكن إذا استخدموا لا يعطي هذا الحق للطالب أن يستخدم دمه ما تستخدمك قلت يحق للطالب باستخدامه لا يحق يعني إذا كان هناك في خلل بأن الأستاذ يستخدم تليفون هذا لا يعطي الحق للطالب المفروض أنه حتى يمنع الأستاذ مثل ما قلت لأنه للأسف في أساتذة يستخدمون الهاتف النقال أثناء الحصة الدراسية ما هو يعني أنا ما أقدر منع الطالب وأنا نفسي ما أمتناج صحيح أن تكون مثلا لا تنهى عن خلق وتأتي مثل هو صحيح فلابد أن المعلم يكون قد وأن هذا الدرس يعني مقدس ومحترم وهذه ساعة معينة صحيح تلقى فيها العلم فلا يجوز أنه يعني يضيع جزء منها أو حتى لو دقائق منها في سبيل أنه يتكلم مكالمة فالطالب إذا وجد أن المعلم ملتزم بالعملية هذه وكل من في المدرسة من يعملون في المدرسة مع ملتزمون فحتما سيلتزم صحيح أنا أشكرك جزيلا من جد أحمد حمد الصالح المستشار التربوي والإعلامي شكرا